محكمة الضمير خليني أؤكد أنه في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة وفي لحظات الدولة بتحاول فيها استعادة العافية والقدرة والقوة الاقتصادية وفي أوقات الدولة بتشهر تعلن رغبطها في التنمية وبناء مجتمع أو يعني استعادة مجتمع التنموي وتنمية هذا المجتمع الحرب العوان على كل ده على قدرتنا على قوتنا هو العقل السلفي هو التيار المتطرف اللي قادر على أنه يعطل الأفهام والعقول لا ده كمان قادر على أنه يعطل التنمية ويعطل الاقتصاد وأجعل من الموضوع التنمية والاقتصاد موضوعا للحرام والحلال طبعا هو بيطلع الحرام بالطريقة التي يريدها والحلال بالطريقة التي يتمناها وطول الوقت ارتباط واضح بين هذا الطيار السلفي اللي بينتشر جدا في خارج حدود المؤسسات المالية بمعنى أنه علشان يبقى بتبصت دور تلاقي الطيار الإخواني مثلا كل شركات الصرافة معظمها تحت طائلة يعني عين وإيد واختراق الإخوان هتلاقي البنوك اللي بتوعي فساها إسلامية مسيطرة عليها من كل الأصوات والاتجاهات السلفية شخصيات في مجالس الإدارة وفي المشعان في إيه ليه في خدمة اقتصاد موازي بعايز أقول كمان ومعادي لاقتصادك كبلة وكواطن بقول ده ليه بقول ده مناسبة إنه في وسط أزمة الدولار وفي وسط كل ما كان يجري في مصر هذا الشهر الماضي حتى الانفراجة الأخيرة بقرارات السيد طرق عامر والبنك المركزي إننا نتمنى بقى يبقى يتحول ده إلى قرارات بقى حكومية في شؤون أخرى تكمل السياسة وتنجحها وتسرع في إنجحها أو وتسرع في إنجحها في التوقيت ده بيرجع تاني إصحاب الحويني يعيد إذاعة فتاويه عن البنوك وعن فواد البنوك خليها نسمع ما قاله والناقش سريعا للغاية إلى أي حد بقولك إن الطيار السلفي معطل معوق عدو للتنمية كمان إزاي قالوا البنوك الربوية وضعوا المال فيها حرام لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض الإقراض فقط ده شغلته البنك لما بيعملش مشاريع أبدا ولو عمل مشاريع بيعمل بجزء تافه من رأس المال وهذا الكلام صارحني به لما كنت أهدس مع مديري البنوك عشان اتكلم في المسألة دي كانوا مصارحونني به البنك شغلته الإقراض لو أنا قلت لك دلوقتي واحد جايز تلف منك مئة جنيه هتدهاله بمئة وعشرة ده إيه يا عباد الله كل الدنيا تقول ربا فوالبنك بيعمل إيه غير كده أنت رجل معك رأس المال ومش عارف تشتغل وديت الفلوس البنك فيه واحد عنده دماغ وعايز نشتغل وليس عنده رأسه مال يروح للبنك يقول له أنا عايز مئة ألف يقول له طيب المئة ألف دي هتاخدها وترجعها لنا مئة وعشين ألف ده اسمه إيه عباد الله هو ده إيه الفرق بينه بين الصورة التي ذكرتها ياخد المئة يرجعها مئة وعشرة ما هو الفرق والقصة ما لهاش على القلب الرضا يقول لك ما فيش حد يضرب على ايده علشان يدفل فيروس البنك ده عقد فيه التراضي فنقول لا يجوز التراضي على معاصي الله وإلا لو تراض رجل وامرأة على الزنا لا يكون حلالا عند أحد قبل التراضي لابد أن يكون مشروعا إنما التراضي على ما حرم الله فهذا لا يجوز طبعا فيش أي حاجة يتكلف إلا لو روح دا حتى الزنا عدل أي لو بيكلف الحرب يقوم داخل على الزنا يخش على الستات يخش على السبايا على طول يعني الهاجس الجنسي حاكم بدرجة جنونية هوسية مثل هذا الطيار ورموزه لكن خليني أقول لك أولا طول الوقت بيسأل عبادة الله ده يبقى إيه على فكرة عبادة الله بيسألوا كده يعني المفروض لأنه الشرح التبسيطي ده طبعا كل الناس تبقى مفزوعة ومرجوفة من فكرة التعاون بالربع على طول طبعا مش حس ديني ده الإيمان الديني إنما هل ده ربع ولا لا فيه بقى فتاوى من عمالقة من فكر إسلامي كبير مهم من الغاية طويل عريض عميق يعني أكاديمي دارس واعي عبر عشرات سنين بينفي نافيا مطلقا بأسباب واضحة وأدلة بيّنة بائنة في إنه ده مش الربة للقائمة على الاستغلال ولا للقائمة إنما إزاي لا يمكن أن يعرض لمثل هذه الأسباب ولا يمكن أن يقدم للفتاوى الأخرى ويناقشها حجة بحجة ورأيا برأي ودليلا بدليل ولا حتى يمكن أن يتلمس لهؤلاء الفقهاء الكثر بما فيه دار الإفتة في مصر بما فيه مشيخة الأزهر في مصر يمكن أن يتلمس لهم إنه ربما يكونوا على حق فيما يزعمونه ويدعونه بينما أنا أرى أنني على حق وإنه ربا ولكن يعني هم إذا كانوا هم مسؤولوا خالص ما فيش من ده ما فيش عراء تانية هو عراء واحد الغرض منه إيه الغرض منه إنه أسقط اقتصادك بمنتال وضوح ما خلاص أنت عايز يا كتر بكين لما المصارف والبنوك يحصل لها الكراهية أو الرفضة أو وبالمناسبة وإحنا بنتكلم في رحظة وفي مرحلة خد بالك إنه إنه العقل الظلم ها العقل الظلم مسموح بقوة شديدة ورهيبة بإنه يعدي أو يصيب الآخرين بذات العدوى هو كل القصة نحن عدنا السنين دي كلها هؤلاء يتحكمون في عقول الناس فتلاقي عشرات عشرات آلاف يروحوا بقى لتوظيف الأموال يروحوا للمستريح ولا للتعبان وتلاقي مليارات مليارات بتخرج إلى غير اتجاه المصارف والبنوك ليه؟ بفعل هؤلاء طيب يجي حيويني بيقول ومسلا يا شيخ طنطا والله ارحمه مفت الديار بيقول أو يا شيخ علي جمعة بيقول فلماذا يصدق العامة والدهماء السلفيين من هؤلاء ولا يصدق علماء من هؤلاء ليه؟ ليه؟ انتشروا وتغلغلوا بقوا تنظيم بقوا موجودين في عروق المجتمع المصري ومش وبيشتغلوا سنين ورسنين وانت سائب القوة خائر القوة امامهم فانت بيك الامر اللي هي ايه؟ اللي هيبقى علي جمعة بيقول لا مش مشربة آآ الشيخ طنطا والله ارحمه لا مشربة بضر يفتقل مشربة فيتجه هؤلاء الغفل إلى جمهور العوام ويعودوا يحربوا في الفكرة لديهم ويسحبوا منهم قدرتهم على تنمية الاقتصاد المصري من خلال البنوك ده بيقودني إلى ايه؟ في الاخر لا في ظاهرة لابد نحن نلتفت له انه مهما كان هنا النقطة اللي لازم نقف عندها لحظة متأملة تفاكرين خطاب الرئيس السادة الله يرحمه سوف توقف التاريخ وبالفحص والدرس كنا من حفاظ الزمان دي خطاب 16 أكتوبر 1973 وبالمناسبة اللي كانت بلوسي زيكل طيب الطاقف بالفحص والدرس لللقطة البالغة الأهمية دي ايه بالغة الأهمية؟ انه مهما فكرت وعملت في مشروعات تنموية او في تنمية او في بناء اقتصادي او في اعمار للأرض اي حاجة من الأفكار اللي احنا بتطرحها الدولة مؤسساتها ورئيسها اذا لم تكن مستندة الى عقل مصري بتخاطب العقل المصري المتحرر مش المتسلف مش هتنجح بقولك ابني مدينة اعمل استصلاح اراضي يعمل مدينة جميلة حواليها وسكن خمس تلاف بنيادر فيه وما اين طلع شيخ من اياهم دولة يقول يتهم جاء بيت من البيوت شقة من الشقق بانها بتضم بهائيين يلا نحرقهم ايه ان يملك الدنيا حريق او انه دولا ملحدين او انه دا مش عارف علماني كافر او ان دا بيزدري وبيهيني النبي يولعلك العالم اللي انت متصور انه عالم مثالي وعمله دا يولعه لك في ربع ساعة وباسلامية اسلامية ويطلع غلابة ملهمش اي حاجة ولعمرهم اروا لا سمعوا معتقدين الاسلام العظيم يزمي الدفاع عنه ويموتوا ناس مقابل افكار من النوع وشوفنا في قرى السيد حتى الان يطلعوا الناس في لحظة هباجية ضد بيت اصل بيصلوا فيه المساعين وعملينوا كميس اللي هو وانتو مالكو يعني ايه يزعيكو في ايه دا الناس بيصلوا ربنا وانتو مالكو لا ازعي انعه ايه ليه لان الوجوه دي والعقول دي حيويني وحسان وكل ربه هذا العقل على هذا التخلف والعنف والتطرف يبقى الحاصل يبقى عشان ابني لازم ابني لا الاول ليه لانه مهما بنيت وعليت دا لو ظلم دا 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 لو عايش في كنف القرون الوسطى دا لو تحت سيطرت مثل هذا التطرف والتسلف ولا هيحصل اي تقدم خالص دا مش معناه ان احنا ما نبنيش معناه ان احنا لازم وإحنا بنبني نبني العقل نبني الشخصية نهتم بالثقافة نهتم بالخطاب الدين الجد مش بالكلام الهش اللي احنا بنشوفه دا لا احنا نسيين خالص عقل مصريين طب وبعدين طب ما بيصدقوا اشعات خزعب طب ما ممكن يقلبوا علينا كلنا في لحظة ما نتيجة تصديقهم المثل هذا الكلام وغيره مرة اخرى الطيار السلف بافكاره بفتاويه بتنظيماته بوجوده بانتشاره بتأثيره بنفوزه ضد التنمية في مصر هو وجوده غير وطني اصلا يعني مع احترامي انا مش هتورط في التهم حد بعدم الوطنية لكن انا بقول انه لما يبقى فيه طيار بيقول ان الاسلام هو وطنه وانه ما فيش حاجة اسمها وطن دا كلام وكتبات نشرها وكتبها ومختومة من ياسر برهامي كنوا بقى باعتبارات اللف والدوران بتاعت السلفيين يعملوا فيها قال يعني اه قال يعني لما يطلع طيار يقول انه مفيش وطنية اصلا مش هتسمها وطن يبقى احنا وده الوهابية على فكرة ويأوى وجبتلكو انا بلكده الفتاوى اللي بتهدى في الخرم المكي منهاي الكبار العلماء وبتقول انه انه الخدمة في الجيش الوطني دا حرام وا 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 جيش مصر احنا بنتحدث بمنتهى الوضوح عن لحظة فارقة لبناء هذا الوطن اذا كنا عايزين نبنيه فلابد ان نبني العقل المصري اولا وثانيا وثالثا بعد كده كل والله سهل الى فصل موسيقى